هل قضيت وقتاً طويلاً في القلق بشأن مشكلة ما فقط لتشعر بالتوتر وبدون التقدم في الحل؟ هل شعرت يوماً بأنك تدور في حلقة مفرغة دون أن تقترب أبداً من الحل؟ إذا كانت إجابتك بنعم، أنت إذاً واقع في التفكير المفرط. غالباً ما يتم فهم التفكير المفرط بشكل خاطئ. التفكير المفرط ليس مجرد التفكير كثيراً، إنه عبارة عن الوقوع في حلقة من الأفكار التي لا تؤدي إلى أي إجابات حقيقية، إنه عادة صعبة العلاج. ولكن باستخدام الاستراتيجيات والتقنيات المناسبة، يمكنك السيطرة على أفكارك والمضي قدماً بوضوح وهدف. في كتابي توقف عن التفكير المفرط، يقول نيك ترينتون، يمكنك تعطيل التفكير المفرط من خلال اكتساب مهارات إدارة الوقت واستبدال عادة التفكير السلبية بإطار عقلي إيجابي. يقدم مجموعة متنوعة من التقنيات للتخلص من التوتر، التي ستساعدك في البقاء متمركزاً في اللحظات الحالية، وعيش حياة منتجة مدفوعة بالعمل والسيطرة بدلاً من القلق الدائم. نيك ترينتون حاصل على درجة الماجستير في علم النفس السلوكي ومتخصص في إدارة العواطف. في هذا الملخص، سنتناول مفهوم التفكير المفرط، بعد ذلك سنستكشف الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة التوتر قبل وأثناء وبعد حدوثه، باستخدام تقنيات متنوعة مبنية على الأبحاث. أخيراً، سنستكشف كيف يمكنك إعادة تشكيل عادات التفكير السلبية إلى إطار عقلي إيجابي، وأثناء ذلك سنذكر آراء كتاب آخرين، مثل توني روبينس وأيثن كروس ودانيال جولمان وماكسويل مالتز وغيرهم. لنبدأ إذن صديقي، ضع سماعات الأذن، اضبط مستوى الصوت وركز معي، والمنطلق في هذه الرحلة المفيدة والممتعة معاً. ما هو التفكير المفرط؟ وفقاً لترينتون، التفكير المفرط هو ما يحدث عندما تفكر في شيء ما بشكل كبير ومتواصل. على سبيل المثال، قمت للتوي باتخاذ قرار بين أمرين وقمت بالفعل باختيار أحدهما، وبدأت بالإجراءات الفعلية. مباشرة بعد ذلك، تبدأ في التساؤل عما إذا كنت قد اتخذت الخيار الصحيح، وتقضي وقتاً كبيراً في التفكير في ذلك، حتى تشعر بالتوتر والقلق طوال الأسبوع. وأحد أشكال التفكير المفرط الشائعة والضارة جداً هو التردد في اتخاذ القرارات. يشير علماء النفس إلى التفكير المفرط في القرارات بمصطلح الشلل التحليلي، وهو عندما تقضي وقتاً طويلاً في التفكير ومقارنة الخيارات، بحيث تتأخر في اتخاذ القرار أكثر مما هو ضروري. عندما تفكر بشكل مفرط في كل قرار، قد تشعر بالارتباك وتزداد لديك مشاعر القلق. قد تعتقد أن أفكارك مفيدة وأنك تعمل على حل المشكلة، ولكن وفقاً لترنتون، هذا الاعتقاد نادراً ما يكون صحيحاً. فعندما تفكر في نفس الشيء مراراً وتكراراً، تفقد أفكارك قدرتها على إضافة قيمة أو تقديم حلول للمشكلة، بل تزيد فقط من الإجهاد والتوتر. وفي الواقع، المشكلة التي تعاني منها عادة ليست السبب الحقيقي وراء القلق الذي تشعر به، بل السبب يعود إلى عادتك في التفكير المفرط، والذي يزيد من مستوى القلق والضغوط عليك. على سبيل المثال، في مقابلة عمل، قد تكون أجبت على سؤال بطريقة مختلفة عما كنت تنوي، ثم قضيت ساعات تقلق بشأن تلك اللحظة. في هذه الحالة، قلقك لا يغير كيفية استجابتك للسؤال، والأكثر من ذلك ربما لم تكن إجابتك على سؤال المقابلة مشكلة حتى. إنما هو مجرد التفكير المتواصل والقلق بشأن الإجابة هو الذي يصنع المشكلة ويسبب لك القلق. في كتاب الذكاء العاطفي، يوضح دانيال غولمان لماذا تسبب أفكارك المزيد من القلق. يشرح أنه عندما تشعر بالقلق، أنت أحيانا تحاول إيجاد حلول للمشكلات قبل حتى أن تحدث. نتيجة لذلك يصبح التفكير المفرط مشكلة في حد ذاته، حيث تتجه هذه الأفكار القلقة إلى التصاعد، ولا تساعدك في حل المشكلة التي تشعر بالقلق منها في المقام الأول. هذا يرجع إلى أنه على عكس عملية التفكير الإبداعي في إيجاد الحلول، فإنك وأنت قلق في حالة سلبية تقيد قدرتك على الاقتراب من المشكلة من زوايا جديدة أو إنتاج أي حلول مفيدة. أسباب التفكير المفرط لماذا يفكر البعض بشكل أكثر من الآخرين؟ يشرح ترينتون أن القلق والتفكير المفرط مترابطاً، عندما تكون عرضة للقلق، فإنك أكثر عرضة للتفكير المفرط، وهناك عاملان رئيسياً يؤثران على مستوى قلقك. أولاً، العامل الوراثي، على الرغم من عدم وجود جين واحد محدد يسبب القلق، إلا أن الباحثين وجدوا أن هناك عدة جينات يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للقلق. والأشخاص الذين يحملون هذه الجينات يميلون إلى أن يكون لديهم أدمغة نشطة بشكل مفرط، فعندما لا يقومون بأي نشاط يتطلب تركيزاً عقلياً، تنطلق أفكارهم بطريقة قلقة ولا تهدأ. وعلى المستوى الأعمق، ربط الباحثون أيضاً القلق بالأحداث الصادمة في الماضي، مثل تجارب الإهمال خلال الطفولة. ويعتقد بعض علماء النفس أن العامل الوراثي يشكل حوالي 30% من القلق، ويمكن أن ينتقل القلق عبر الأجيال في العائلات بسبب رعاية الآباء القلقين لأطفالهم عن طريق الأجواء المشحونة بالقلق التي ينشئونها دون وعي. على سبيل المثال، يمكن أن يزيد الوالد الذي يأخذ دراجة طفله بعد وقوع حادث طفيف أو يرفض السماح لهم بالتنزه مع الأصدقاء دون سبب وجيه من انحيازات القلق لدى أطفالهم عن طريق رسم نموذج لهم أن العالم مكان مخيف. وحسب هؤلاء العلماء، فأول خطوة لقطع دورة القلق التي قد تنتقل في العائلات هي أن يصبح الفرد واعياً لهذه السلوكيات. ثانياً، البيئة المحيطة. تلعب المؤثرات في محيطك المباشر والعالم الأوسع دوراً في زيادة مستوى قلقك، ونمط التفكير المفرط لديك. قد تكون هذه العوامل المحيطة بعض الأشخاص أو الظروف أو نشرات الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي. نتائج التفكير المفرط يعتبر التوتر رد فعل الجسم على ضغط خارجي، مثل موعد قريب لعرض تقديمي في العمل. والقلق هو الشعور الذي تشعر به عندما تواجه هذا التوتر. على الرغم من أن جرعة معتدلة من التوتر مفيدة للنمو، إلا أن جسمك ليس مصمماً للتعامل مع فترات طويلة من التوتر، وهو ما يعرف بالتوتر المزمن. هذا التوتر المستمر على عقلك وجسدك يؤدي إلى تضييق قدرتك على التعامل مع التحديات وتغلب عليها. وقد يؤدي التفكير المفرط إلى التوتر المزمن، مما ينجم عنه تأثير سلبي على الحالة العقلية والجسدية والاجتماعية. الأثر العقلي يتسبب التفكير المفرط في التأثير على ثقتك بالنفس وعلى مزاجك وعلى قدرتك على التركيز وعلى أمور أخرى. الأثر الجسدي إذا كنت تعيش في حالة من القلق المستمر، فقد تواجه الصداع والإرهاق أو زيادة في معدل ضربات القلب وغير ذلك. يقول روبرت سابولسكي في كتابه لماذا لا يصاب الحمار الوحشي بالقرحة؟ أن جسدنا مبرمج للتعامل مع المجهودات العاجلة مثل التهديدات المفاجئة، لكن في العالم الحديث نواجه توترا مستمرا مثل المشاكل المالية والوظيفية التي تفوق قدرتنا على التكيف معها. عند تنشيط نظام التوتر في جسمك، يحدث إفراز العديد من الناقلات العصبية وتغيير في تدفق الدم، وتكرار تنشيط هذا النظام بشكل مستمر يؤثر على العديد من الأنظمة الجسدية مثل القلب والأيضي والمناعة والدماغ، مثل تأثيره على النمو وتسريع عملية الشيخوخة، وضرره على الجهاز الهضمي والمناعي. يشير سابولسكي أيضا إلى تأثيرات جسدية إضافية للتوتر المزمن، والذي يعتبر التفكير المفرط أحد أسبابه الأساسية، الأثر الاجتماعي، قد يؤثر التفكير المفرط في القدرة على تكوين والحفاظ على علاقات صحية، وقد يعيق الإنتاجية أو حتى يغذي العادات السلبية مثل الشك والعزلة السلبية، ويضيف الخبراء الآخرون أن التوتر المستمر يستنزف طاقتك العقلية مما يؤثر على تفاعلك مع الآخرين، ويمكن أن يتسبب في انخفاض التواصل وزيادة الغضب مما يؤدي إلى علاقات غير جيدة. توقف عن التفكير المفرط عن طريق ممارسة إدارة التوتر. يقدم ترينتون نهجين لتحكم في التفكير المفرط، التعامل بفعالية أكبر مع التوتر في حياتك اليومية، وتغيير نظرتك العامة لتصبح أكثر مرونة تجاه التفكير المفرط على المدى الطويل. سنتناول أولاً التعامل مع التوتر في الحياة اليومية. يمكنك إدارة ميلك للتفكير المفرط عن طريق تطوير نهج صحي لتعامل مع التوتر، فبينما لا يمكنك تغيير العوامل الوراثية أو تغيير بيئتك، يمكنك تغيير كيفية استجابتك للمواقف الصعبة والتحديات، ويقدم الكاتب مجموعة من الاستراتيجيات للحفاظ على قلقك تحت السيطرة، قبل وأثناء وبعد مواجهتك لمواقف مثيرة للضغط. قبل التوتر، إدارة وقتك لتجنبه. يقول ترنتون أن عدم اليقين يمكن أن يجعلك تشعر بالقلق، فعندما لا تملك خطة لإكمال مهامك اليومية أو الأسبوعية، فمن المؤكد أنك ستشعر بمستويات أعلى من التوتر. ولتجنب هذا يقترح أولاً تحديد الأولويات، ثانياً، وضع أهداف ذكية، وثالثاً، الحرص على كيفية قضاء الوقت. تحديد الأولويات، عندما تكون على دراية واعية بما تقدره في الحياة، يمكنك أن تتخلى بسهولة عن التزامات لا تملأ رغباتك وتخصص بدلاً من ذلك الوقت لأولوياتك، مما سيقلل من التوتر. على سبيل المثال، قد تحدد أن أولوياتك هي تطوير عملك الصغير وتحسين صحتك، وقضاء وقت مع عائلتك. عندما تكون على دراية واعية بهذه الأولويات، سيكون من السهل بالنسبة لك تقليل الوقت الذي تنفقه في المهام الأخرى. حدد أهدافاً ذكية، تخلص من ضغوط تحقيق أهداف غير واضحة من خلال وضع أهداف ذكية، وهي كالآتي، محددة، قابلة للقياس، ممكنة، ذات صلاة، وزمنية. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو بدء عمل جانبي في تصميم الجرافيك، يمكن أن يكون هدفاً ذكياً كما يلي. أرغب في بيع عشر تصاميم محدد خلال الشهر القادم زمني، عن طريق قضاء ساعتين يومياً في التصميم قابل للقياس. لدي البرامج اللازمة وخبرة في التصميم ومتابعون مهتمون، ممكن. وسيساعدني هذا الهدف على تحسين مهاراتي في تصميم الجرافيك، وأيضاً في وضع مالي ذو صلة. الحرص على كيفية إدارة الوقت. ينصح ترينتون أيضاً بأن تتخلص من التوتر الناتج عن عدم اليقين من خلال اتخاذ قرارات مدروسة حول متى ستنجز كل مهمة. لفعل ذلك، يقترح القيام بشيئين. أولاً، قم بتصنيف مهامك إلى فئات حسب الأهمية والضرورة. ثم قم بمعالجة المهام الهامة والضرورية فوراً، وجدولة المهام الهامة ولكن غير الضرورية لوقت آخر، وتفويض المهام التي هي ضرورية ولكن غير هامة. أخيراً، تخلص من المهام التي هي غير مهمة وغير ضرورية، وقد تكون في الغالب ملهية. في كتاب إيبرفوكس، يشير كريسبلي إلى أن الناس غالباً ما يقضون معظم الوقت في إنجاز المهام غير الضرورية أو الملهية، مما يعني أنهم يقومون بمهام تستحوذ على انتباههم وتركيزهم، ولكنها ليست مهمة. ثانياً، قم بتخصيص فترات زمنية محددة لكل مهمة على مدار يومك. حدد الوقت الذي تكون فيه أكثر إنتاجية، وخطط لإنجاز مهامك الأكثر أهمية أو صعوبة خلال تلك الفترة. بعد ذلك، قم بملء بقية يومك بالأعمال ذات الأولوية الأقل. يساعد هذا الأسلوب في منع الرغبة في القيام بأكثر من مهمة في نفس الوقت، ويسمح لك بالانغماس في العمل العميق ذي التركيز العالي. بعد أن تعلمنا بعض الاستراتيجيات لتجنب التوتر، سننتقل إلى ما علينا فعله أثناء التوتر. كيف تتعامل مع التوتر؟ على الرغم من أن العادات الجيدة لإدارة الوقت يمكن أن تساعد في تجنب بعض الضغوط في حياتك، لكنك لن تكون قادراً على تجنبه بشكل كلي. عند حدوثه، يمكنك اتباع نهج بناء للتعامل معه بدلاً من السماح لأفكار القلق بالسيطرة عليك. وينصح الكاتب بأربعة طرق لتعامل مع الضغوط واستعادة الشعور بالسيطرة. أولاً، تجنب الوضع. الابتعاد عن الأشخاص أو المواقف غير الضرورية التي تسبب لك الضغوط. تغيير الوضع. عندما لا يمكنك تجنب وضع مؤد للضغط، فكر فيما يمكنك تغييره لتقليل التوتر، مثل تغيير المكان. أحياناً، قد تحتاج إلى التحدث وتعبير عن احتياجاتك على سبيل المثال. إذا كان لديك صديق يتحدث بشكل متواصل، ويؤثر ذلك على تركيزك أثناء العمل، فعبر عن حاجتك للهدوء والتركيز، واطلب منه أن يحترم وقتك وحاجتك لإنجاز مهامك. ثالثاً، تصالح مع الوضع. في بعض الأحيان، لا يوجد شيء يمكنك فعله لتحسين الوضع. بدلاً من القلق المستمر، تقبل مشاعرك وتقبل الوضع. على سبيل المثال، إذا كان أحد أفراد العائلة في المستشفى وكنت قلقاً بشأن حالته، فقلقك أمر عادي، وتقبل أنه لا يمكنك فعل شيء لتغيير الوضع في الوقت الحالي، ولا تملك إلا الدعاء. تأقلم مع الموقف، يمكنك تخفيف التوتر عن طريق تعديل نظرتك. على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بالإحباط لأن مشروعاً ما لم يسر كما كنت تأمل، يمكنك تقليل الضغط عن طريق ممارسة الصفح تجاه نفسك، والتفكير فيما تعلمته من هذه التجربة. قد يكون هذا التغيير في النظرة يساعد على التأقلم مع الوضع وتقبله بشكل أفضل. طريقة أخرى هي تركيز الانتباه بالحواس للتخفيف من التوتر. يقترح ترونتون أن تلهي نفسك عن الأفكار المتسارعة عن طريق تشغيل الحواس الخمس، هذا يحافظ على انشغال دماغك، ويجعلك متمركزاً في اللحظة الحاضرة حتى لا تنجرف إلى التفكير المفرط. ولفعل ذلك، قم بما يلي. أولاً، انظر إلى خمسة أشياء في محيطك. على سبيل المثال، انظر إلى السماء، لاحظ الغيوم وسرعة تحركها. ثانياً، لمس أربعة أشياء حولك. مثلاً، اجعل أصابعك تمر على سطح مكتبك، أو احمل شيئاً ما وتحسسه بيدك. ثالثاً، استمع لثلاثة أصوات، مثلاً، استمع إلى صوت تنفسك أو إلى مكيف الهواء. رابعاً، حاول التفريق بين رائحتين، مثلاً، لاحظ رائحة القهوة أو رائحة عطر زميلك. خامساً، ركز على شيء واحد يمكنك تذوقه، قد تلاحظ مثلاً طعم وجبة الإفطار المتبقي في فمك. لننتقل الآن إلى ما بعد التوتر. يقترح ترينتون أنه يمكنك أن تعزز استعدادك للتعامل بشكل أفضل مع التوتر المستقبلي عن طريق الاعتراف بتجاربك المثيرة للتوتر والتأمل فيها. إن تجاهل التوتر لن يجعله يختفي. مع ذلك، إذا قمت بمعالجته بشكل بناء، فستكتسب وعياً أكبر بمشاعرك وما يثير قلقك، مما يمكنك من مواجهة الحالات المشابهة في المستقبل بشكل أفضل. توصيات ترينتون بشأن التفكير في التوتر تستند إلى ممارسة العلاج السلوكي المعرفي، ويعتبر هذا نوعاً من العلاج النفسي يستند إلى النظرية التي تقول إن تغيير أفكارك يمكن أن يحسن نظرتك إلى العالم وإلى نفسك. في كتاب العلاج السلوكي المعرفي، توضح جوديث بيك أن الهدف الرئيسي لهذا العلاج هو تغيير السلوك السلبي، التفكير المفرط في هذه الحالة، عن طريق تغيير أنظمة المعتقدات. السؤال الرئيسي الذي يشجع ممارس هذا النوع من العلاج المرضى على طرحه على أنفسهم هو ما الذي كان يضور في عقلي للتو؟ يسمح طرح مثل هذا السؤال للمرضى بأن يصبح أكثر وعياً بأفكارهم اللواعية ويتعلم التعرف على التحيزات السلبية التي تكمن وراءها، مما يسمح في نهاية المضاف بتحويل هذه الاعتقادات إلى اعتقادات أكثر إيجابية. لذلك يوسي ترينتون للتعامل مع التوتر والتغلب عليه بالكتابة في يوميات، فعندما تتجاهل أفكارك ومشاعرك المقلقة، ستواجه صعوبة في فهم ما يسببها. لكن عن طريق كتابتها في يومياتك، يمكنك معالجة عواطفك بطريقة منتجة، وفهم ما يثيرها، واستخلاص نقاط تفكير تساعدك على التعامل بشكل أفضل مع التوتر في المستقبل. يقترح ترينتون لكتابة يومياتك حول التوتر الذي تشعر به بفعل الآتي. ابدأ بإعادة سرد الموقف المحدد المثير للتوتر، ووصف الأفكار والمشاعر التي كانت لديك في تلك اللحظة. يمكنك أن تستخدم مقياساً لتقييم مستوى التوتر الخاص بك. ثم انقل تركيزك إلى استخلاص شيء إيجابي من الوضع. لنقل مثلاً أنك تعاني من التوتر بسبب الضغط الناجم عن مواعيد العمل الذيقة والمهام المتراكمة، يمكنك كتابة يومياتك بهذا الشكل. ابدأ بسرد الموقف المحدد، مثل المشروع الهام الذي يتطلب إنجازه وقتاً كبيراً وعدم وجود وقت كاف للقيام بذلك. ثم قم بوصف الأفكار والمشاعر التي تنتابك في تلك اللحظة، مثل القلق بشأن تلبية الموعد النهائي، والشعور بالضغط والتعب النفسي، ثم قيم مقياس التوتر الذي تشعر به، مثل سبعة من عشرة، ثم حاول تحويل تركيزك إلى استخلاص شيء إيجابي من الموقف، مثلاً قد تكتشف أن هذا التحدي يعطيك فرصة لتطوير مهاراتك في إدارة الوقت والتنظيم، يمكنك أن تكون فخوراً بقدرتك على التحمل والعمل الجاد في ظن لظروف صعبة، هناك طريقة أخرى لمعالجة الأحداث المسببة للتوتر، وهي أن تكون فضولياً ومنفتح العقل تجاه استجابتك لها، بدلاً من الحكم على أفكارك وعواطفك، قم فقط بمراقبتها، يشير ترينتون إلى أنه لتكون شخصاً فضولياً تجاه أفكارك وعواطفك، يجب عليك أولاً أن تفصل هويتك الشخصية عن المشاكل التي تواجهها، مثل مشكلة التفكير المفرط، بدلاً من أن تحاول إصلاح نفسك بشكل مباشر، عليك أن تنظر إلى تلك المشاكل كأنها مجرد تحديات خارجية تحدث لك، منفصلة عن هويتك الشخصية، وعندما تفصل نفسك عن المشاكل عاطفياً وعقلياً، ستكتسب شعوراً بالسيطرة والتحكم، وبالتالي تكون أكثر استعداداً لاستكشاف وجهات نظر جديدة، وحلول مختلفة قد تساعدك على التغلب عليها، في كتاب الكلام الداخلي، يقول أستاذ علم النفس أيثان كروس أنه من المهم جداً أن تفصل نفسك عن مشاكلك الشخصية، ويقترح عليك تجنب استخدام الضمير الشخصي أنا في أفكارك، واستخدام ضمائر أخرى مثل أنت، هو، هي أو هم، الذي لا يثير نفس رد الفاعل، وبالتالي ستميل إلى تجربة مشاعر سلبية أقل. بعد أن عرفنا النهج الأول للتحكم في التفكير المفرط، وهو التعامل بفعالية أكبر مع التوتر في حياتك اليومية، سننتقل الآن إلى تغيير نظرتك العامة لتصبح أكثر مرونة تجاه التفكير المفرط على المدى الطويل. تغلب على التفكير المفرط بتبني عقلية جديدة، دعنا نناقش كيف يمكنك التغلب على عادتك في التفكير المفرط على المدى الطويل، وذلك عن طريق تحويل نمط أفكارك السلبية إلى عقلية إيجابية قوية ومرينة. وفقاً لتوني روبينس في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك، يمكن أن تكون المعتقدات السلبية ضرة بشكل خاص عندما تكون عامة، بدلاً من أن تكون محددة بمواضيع معينة. عندما تكون المعتقدات عامة، فذلك يجعلك تعتقد أن شيئاً ما صحيح دائماً، مثل الاعتقاد بأنك محرج في كل موقف اجتماعي. يمكن أن يؤدي هذا إلى الاعتقاد بأن الأشيء تفعله سيغير أي شيء، مما يعيقك ويديم تفكيرك السلبي. لمكافحة هذا، ينصحك روبينس ببناء مراجع قوية تدعم معتقداتك الإيجابية. يمكنك القيام بذلك عن طريق قراءة الكتب أو الاستماع للبودكاست التي تتيح لك تعرف على تجارب الآخرين. يوضح ترينتون أنه في كثير من الحالات، فإن عادة الإفراط في التفكير لديك مستمرة بسبب أنماط التفكير السلبية، وهذا يعيقك ويحبطك. بالمقابل، تشجعك المعتقدات الإيجابية على تقبل نفسك على الرغم من عيوبك، وتحفزك على تجاوز الماضي. للتحكم في عادة التفكير المفرط على المدى البعيد، يجب عليك تحديد أفكارك السلبية، وتحديها، واستبدالها بمعتقدات إيجابية. الخطوة الأولى، تحديد الأفكار السلبية. أول خطوة لاعتماد نمط تفكير إيجابي، هو تحديد ما يثير لديك التفكير المفرط، فيمكن أن تشمل هذه المؤثرات أي شيء، كالأشخاص الآخرين أو البيئة التي تتواجد فيها، أو حتى كلمة محددة قالها شخص ما. على سبيل المثال، قد تجد نفسك تشعر بالشك والتردد كلما قال لك شخص ما لا تهتم بعد أن طلبت منه تكرار شيء ما قاله. بالإضافة إلى المؤثرات المحددة، يجب أن تحدد أيضا التشوهات الإدراكية الأوسع نطاقا، وهي المعتقدات غير الدقيقة والسلبية التي تكون لديك حول نفسك والعالم، وغالبا ما تؤدي هذه التشوهات إلى القلق والتفكير المفرط. على سبيل المثال، قد يكون لديك عادة أخذ كل شيء بشكل شخصي، مثل الاعتقاد أنك قد ارتكبت خطأا ما إذا لم يرد صديقك على رسالتك. من خلال تحديد هذه التشوهات، يمكنك بدء عملية تغييرها وتبني نظرة إيجابية وواقعية تجاه العالم وتجاه نفسك. ولتحديد المؤثرات والتشوهات الإدراكية، يقترح ترينتون عمل جدول يتضمن أعمدة تصف فيها الموقف، وكيف تصرفت وكيف شعرت. على سبيل المثال، يمكنك أن تكتب عن الموقف وهو أنك أرسلت رسالة نصية إلى صديقك عن شيء تفتخر به ولم يرد عليك. بعد ذلك، قم بوصف سلوكك، قد تكون قد حدثت نفسك بصوت عال، أو مشيت جيئة وذهابا أو تحققت من هاتفك كل بضع دقائق. في النهاية، قم بالتفكير في مشاعرك، ربما شعرت بالقلق، أو بأنك غير مرغوب فيهك صديق. الخطوة الثانية، تحدي عادات التفكير السلبية. لكي تقوم بتحدي نمط التفكير السلبي، عليك أن تعيد التفكير في الواقع من خلال تصور إيجابي، وتجميع الأدلة التي تدعم أو تنفي اعتقادك. اسأل نفسك هل هناك أي دليل يدعم تفسيرك للوضع، ثم قم بكتابة الإحتمالات البديلة في العمود الجديد. لمواصلة المثال السابق، يمكنك أن تكتب أنك علمت لاحقا أن صديقك لم يرى رسالتك أصلا، وليس لديك أي دليل بأنه يتجاهلك. في كتابه الشهير، علم التحكم النفسي، يقترح ماكسويل مالس إعادة سياغة ذكرياتك من خلال عدسة إيجابية، مشددا على أن التفكير بشكل منتظم في الأفكار السلبية يمكن أن يؤدي إلى افتراضات خاطئة لا تعكس الواقع، ويقول إنه يجب أن تركز فقط على حقيقة الموقف بدلا من كيفية شعورك تجاهه، ومما يقترحه مالس لتفسير المواقف بعقلانية ممارسة التوقف قبل الاستجابة لموقف ما. للمزيد من التفاصيل حول هذا، ستجد ملخصا مطولا لكتاب علم التحكم النفسي لماكسويل مالس في مربع الوصف. لتحدي عادات التفكير السلبية، يقترح ترينتون كذلك تجربة فعل عكس ما تشعر به. على سبيل المثال، إذا كان القلق يجعلك مترددا في نشر مقالاتك، جرب أن تتجاوز هذا الشعور وشاركها مع أصدقائك أو مجموعة كتابة، قد تجد أدلة تشير أنك تملك مهارة جيدة في الكتابة مما يتحدى اعتقاداتك السلبية المدفوعة بالقلق. من المهم أن تعترف بمشاعرك، لكن لا يجب أن تدعها تسيطر على أفكارك وأفعالك. الخطوة الثالثة، تطوير المعتقدات الإيجابية. في النهاية، قم باستبدال المعتقدات السلبية وغير الدقيقة بمعتقدات إيجابية لتصبح أكثر مرونة أمام التوتر، وللحد من التفكير المفرط. من خلال إعادة سياغة كيفية رؤيتك لنفسك وللعالم، ستعزز المعتقدات الإيجابية شعورك بالسيطرة، وستحسن قدرتك على التعامل بشكل منتج وفعال مع التحديات. أخيراً صديقي، يقترح ترينتون أن تركز على ثلاثة أمور لتطوير عقلية إيجابية. نقدمها لك باختصار، وهذا ما سأختم به. أولاً، التركيز على اللحظة الحالية. التركيز على الحاضر يعزز النظرة الإيجابية لأنه يتيح لك إيجاد حلول لمشكلتك، دون التشتت بالتفكير في الأمور التي ليس لديك سيطرة عليها. بدلاً من التأمل في الماضي والمستقبل، الذين لا يمكنك التحكم بهما، وجه انتباهك نحو الموارد المتاحة لك حالياً. ثانياً، تخلص مما لا يمكنك السيطرة عليه. يحدث التفكير المفرط والقلق عندما تركز على الأمور الخارج عن نطاق سيطرتك. يوسي ترينتون بأن تركز على ما تستطيع السيطرة عليه. مثلاً، تستعد لمقابلة عمل هامة وتشعر بالتوتر والقلق بشأن آدائك خلال المقابلة واحتمالية الحصول على الوظيفة. بدلاً من الانشغال بالتفكير في النتائج التي لا يمكنك السيطرة عليها، يمكنك التركيز على ما تستطيع السيطرة عليه. قم بالتحضير جيداً للمقابلة واستعد مسبقاً عن طريق البحث عن الشركة والمنصب وتحضير إجابات ملائمة للأسئلة المحتملة. قم بتمرين المقابلة مع شخص آخر أو بتسجيلها ومشاهدة نفسك لتحصين آدائك. ثالثاً، تحديد احتياجاتك. بدلاً من القلق والتركيز على كل تفصيل صغير في حياتك، ركز على تلبية احتياجاتك وليس رغباتك. التركيز فقط على ما تحتاجه، يساعدك على تحقيق نظرة إيجابية أكثر من خلال السماح لك بالتخلص من الأشياء غير الضرورية التي قد تستنزف وقتك وطاقتك. أخيراً أرجو أنكم قد استفدتم. كنت معكم أنا سعيد ويلد محمد من قناة أوديو تاب. أرجو لكم جميعاً التوفيق ودمتم رائعين. ترجمة نانسي قنقر